بين ليلة وضحاها وجد أهالي جبل الجوفة وتحديدا سكان حي خالد بن الوليد أنفسهم أمام قرار إخلاء منازلهم خلال أسبوع واحد وبتعويضات قليلة بحسب أقوالهم وحتى مع اعتراضهم هدمت أول ثلاث منازل دون أي تعويض تسع وعشرون منزلا وما يقارب أربعون عائلة مهددون بهدم وشيك يبدأ نهاية الأسبوع الحالي ولا حل أمام مالكيها إلا الإخلاء وبالرغم من محاولاتهم العديدة واعتراضاتهم المتكررة إلى أن مصيرهم أصبح الخروج من منازلهم لا محالة نقول لهم إذا أنتوا بتفكروا إحنا بدنا فلوس ما بدنا أم بنلي مسكن وخذ بيتي أكثر من هيك ما بدي أم بنلي مسكن بديل وخذ بيتي أو بتعطيني مبلغ أقدر أني يعني أسطر هالعائلات الموجودة عندي الآن الأسبوع اللي مرك أجد قوة أمنية لما بدأوا بالهدم واعترضنا على الموضوع أخذونا على المحافظ عند المحافظ إما أنك تكتب إقرار بأنك تفرغ منزلك وإما أنك تنحبس فاضطرنا نكتب إنه إحنا جاهزين للإخلاء وهذا كل الموضوع نتمنى من المسؤولين ومن صاحب الجلال الملك عبدالله المعظم إنه ينظر لنا بعين الرأف يعني إحنا وين نروح في عائلاتنا مبلغ عشر تلاف ومبلغ اتنعشر ألف ما بيجيب مسكن على الأيام وانت شايف كيف الوضع في البلد وأغلب الناس الموجودين في المنطقة عمالي مياومة مش موظفين يعني العاصمة ومع الحكومة قلبا وقالبا إحنا تحت الأمر بش فوق الأمر إحنا لما أجينا التبليغ قبل سبعين أو شهر قلنا لموقع ماشي بالنسبة للخروج من المنهزل الآن لما أجونا عشان نطلع من البيوت أولا وين من نروح إحنا ولا واحد من الموجودين أخذ مصاري لا يدفع جار بيوت ولا يرمي أوعي في الشارع والمبالغ اللي أجت يعني لو بدي أشتري أنا قرفان ما في أرض أحط القرفان عليه طيب ومبارح بالليل وقعوا واحد من كدر الاستعجال عن السطح وأجت دفاع المدني والشرطة حملوه من هون ولما أجت الشرطة عشان نطلعنا من البيوت يعني قلنا لهم يا عم صبروا علينا نزلنا على الأمانة عطونا أسبوع الأسبوع بش كافي ولا الأسبوعين كافيات مبارح لفيت على إجري حفن وأنا ألف على بيوت عشان ألقبت أقل من 150 دينار ما في بيوت أحنا جماعة تسكنين في هذه المنطقة المنكوبة اللي نكبوها الأمانة عمالك خبرى قاعدين في بيوتنا هذه البيوت اللي إحنا قاعدين فيها perdeناها من دم قلوبنا فيها تلخيص فيها كل الأبراق الثبوتية فرضوا علينا دون علمنا الاستملاك ليش عمل الاستملاك ليش الاستملاك اخيرا مجد ما نعمل مناطق خضراء طيب المناطق الخضراء هذي احنا شو بتهمنا اذا منثلت مبيوتنا هل هذه المناطق الخضراء احنا مستفيد منها بديعملوا حضراء اخوصحات عاموا كل مواقف سيارات وكل هذا الكلام احنا ما بنعنينا الان فضل عليها الاستملاك طيب شو ما نعمل اذا كان القاضي خصمك نمين تشتكي الان قلنا املنا لا بالواقع وقلنا يا عمي امين بس بدك توخي بيتي بدك تعطيني حقي كامل عادل اللي انا اقدر اشتري بيت واوي في اسرتي احنا ما بنا نغنى ولا طالبين اي شيخ غير اني انا استيره انا عندي اطفال عندي اولاد انا مثلا عن سبيل المثال انا بيتي اه فيه اربع شوك طبقين وروف ما اعطيني فيه ثمانية واربين الف هل الثمانية واربين الف بتجيب ثمان شقة او كربان او خيمة هندية لا ما بتجيب قالوا لي قالوا لي التسعين الف بطلع لك ايش قلت لهم انا تسعين الف ما بيبنفع وهي واحد اتنين ما اعطوني مهلة اه بقولوا لي اعطيناك مهلة انا ما اعطوني مهلة ايجوا 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 على السكن على السودانيين وعلي انا قالوا بيطلع اغراضك كل ايته ومحنا بدنا يسير عنا اهل رجل هدد وقالوا انه هذا اللي حكي كنا حكي لكم اياه انتم ما التزمتوا فيه قلت لهم لانه مش مجزي ومش عادل ومش حق ولا حد اللي انا ما اخذت وفيه قضاء بناتنا انا حطيت راه وحاطط محامي وفي القضاء ويجوا عنا بالمحكم وخملونا اياه وان شاء الله بكون ايش انه فيه عدل ان شاء الله اه ضمن حي خالد بن الوليد حوض 33 منطقة المدينة تابعين لمنطقة اليارموك لان هاي المنطقة اللي تم عليها الاستملاك في عام 2019 تم الاستملاك على هاي المنطقة اه اه عدد اه الاراضي او قطع الاراضي والبيوت اللي تم استملاكها 29 اه قطعة ارض بما عليها من بناء اه كل قطعة ارض تحتوي على بناء يتألف من قدة طوابق اه عدد الاسر الموجودة داخل هاي البنايات يعني حوالي اربعين عائلة تقريبا اربعين يعني كعدد امانة عمان من جانبها قالت ان استملاك وهدم ابنية ضمن جبل الجوفة جاء حفاظا على السلامة العامة واستحداث مناطق خضراء وان مشروع تطوير احياء عمان القديمة هو مشروع وطني علما ان الابنية والاراضي التي شملها القرار مستملكة بالاصل للامانة مع ضرورة التنويه ان هناك ابنية شهدت انهيارات سابقة حسب تقارير لجان السلامة العامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة